تواصلت الجهود في محافظة الدقهلية لاستقبال محصول القمح بتوجهة الرئيس السيسي للاهتمام بالمحاصيل الزراعية ومن بينها القمح كمحصول قومي تبلغ المساحة المندرعة من القمح أكثر من 252 ألف فدان هذا الموسم مع توقعات بتوريد 400 ألف طن بينما يتم استخدام 37 موقعا بنتاق المحافظة لاستقبال القمح في إطار توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر تتواصل الجهود في محافظة الدقهلية لمتابعة أعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد بالشوان والصوامع بنتاق المحافظة بالنسبة للسعر السناء السعر مناسب جدا وهو سعر تحفيزي للفلاح فهي توقع إن شاء الله زيادة المورد من الأمحة للدولة إن شاء الله رب العالمين المساحة المنزرعة من القمح بالدقهلية بلغت هذا الموسم 252292 فدان ومن المتوقع توريد 400 ألف طن لموسم 2024 إجمالي الشوان والصوامع المعدل استقبال القمح الذي يتم توريده تبلغ 37 موقعا بنتاق المحافظة بساعة تخزينية تبلغ 289 ألف طن إجراءات التموين والله الإجراءات اللي عمنات التموين سهلة جدا وما فيش أي مشاكل ما بتقابلنا أي مشاكل خالص يعني وبنسلم الغلة زي ما الحكومة مصعرها على العلفين وكل الإجراءات ماشية تماما ما فيش أي مشاكل ومن أجل التسهيل على المزارعين وجهت الدولة بتذليل جميع المعوقات التي تعوق عملية تسليم محصول القمح إلى كافة الصوامع والشوان ونقاط التجميع إحنا بنجي هنا مستلم مننا القمح حسب درجة القمح درجة النكاوة بتاع القمح أعلى درجة بألفين جنيه كان السنة اللي فاتت بألف وخمسمية السنة دي بألفين جنيه وإدراكا من الدولة الأهمية المحصول يتم تنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشوان فضلا عن استمرار اللجان المسؤول عن استلام محصول القمح من المزارعين المتابعة المستمرة من أجل موسم توريد ناجح